في الأثناء أعلن مصدر مصري مسؤول أنه سيتم خلال الهدنة إدخال مئات الشاحنات بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كافة مناطق قطاع غزة وأكد المصدر أنه سيتم مضاعفة كميات المساعدات الإنسانية والسولار وإدخال الغاز إلى قطاع غزة مع بدء سرايان الهدنة منوها إلا أن الهدنة ستشمل وقفا كاملا لإطلاق النار بشمال وجنوب قطاع غزة كما أكد المصدر المسؤول أنه سيتم الإفراج عن 13 محدجزا بالقطاع من السيدات والأطفال عصر غد الجمعة ومنوها بأن الهدنة الإنسانية تتضمن الإفراج عن 39 طفل وسيدة فلسطينية من السجون الإسرائيلية في المقابل